هذا وقد أدنت المملكة العربية السعودية التصرفات المتكررة غير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين تصريح رسمية تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريفة يأتي ذلك بينما أعلنت الخارجية السعودية استدعاء القائمة بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الرياض السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف التعليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية كما أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال التي تغذي القرهية بين الأديان وتحض من الحوار بين الشعوب